بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس نكمل ما كنا قد بدأناه من حديثنا عن الرسالة وكنا في درس سابق قد ذكرنا أن أشهر أنواع الرسالة ثلاثة أنواع الرسالة الأدبية والرسالة الإخوانية والرسالة الديوانية وكنا قد عرفنا الرسالة الأدبية وعرضنا عدد من أسماء أشهر الأدباء الذين كتبوا الرسالة الأدبية وفي هذه المحاضرة إن شاء الله سنتحدث عن الرسالة الإخوانية ونبدأ بتعريفها فنعرف أن الرسالة الإخوانية هي التي يتبادلها الأقارب والأصدقاء وأفراد المجتمع ولذلك سميناها رسالة إخوانية أي الرسالة التي تدور بين الإخوان وليس المقصود هنا الإخوان أخوة النسب فقط وإنما الأخ ومن في حكم الأخ من صديق أو قريب أو جار أو زميل والهدف من هذه الرسائل هو نقل المشاعر المختلفة من تهنئة ومباركة في المناسبات السعيدة كالتهنئة بالعيد أو التهنئة بالمولود أو التهنئة بالوظيفة والتعزية والمواساة عند حصول وفاة أو حادث لا سمح الله تعالى وغيرها من المناسبات التي تكتب فيها الرسائل الإخوانية وقد كانت الرسالة الإخوانية إلى عهد قريب تكتب على الورق وترسل بالبريد العادي وكانت تشتمل على عدد من الأجزاء الجزء الأول البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم التاريخ ثم اسم المرسل إليه ولقبه أو منصبه الوظيفي أو مركزه الاجتماعي لأن النص على اللقب والمنصب والمركز الاجتماعي فيه نوع من الملاطفة والمجاملة التي تقتضيها إخوانية الرسالة ثم بعد ذلك النص على عنوان المرسل إليه ثم التحية الافتتاحية وهي عندنا نحن المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم محتوى الرسالة سواء كانت تهنئة وأنك ستبلغها بأمر المهم المحتوى الذي تريد أن تنقلها إلى المرسل إليه ثم تحية الختام واسم المرسل وعنوانه وهذه الأجزاء الستة كانت تتضمنها جميع الرسائل الإخوانية أيام ما كانت تكتب على الورق ثم حل محل الورق الآن الرسالة عن طريق وسائط الاتصال الجديدة كرسائل الجوال أو الإرسال عن طريق البريد الإلكتروني ولازالت الرسالة الإخوانية محتفظة بقيمتها حتى الآن وإنما اختلف الوسيط الذي تنقل من خلاله فبعد أن كانت تكتب على الورق وترسل بالبريد العادي أصبحت تكتب في رسالة قصيرة أو في رسالة وسائط وترسل عن طريق الهاتف الجوال أو ترسل بالبريد الإلكتروني وحتى نضرب مثالا على الرسالة نضرب نموذجا من الرسالة الإخوانية وهي رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي معاذ بن جبل وكانت المناسبة التي أرسلت فيها هي تعزية الصحابي الجليل معاذ بن جبل في وفاة ابنه والحقيقة هذه الرسالة قد اجتملت على كثير من المعاني العظيمة بإضافة إلى أجزاء الرسالة وقد جاء فيها المواساة والنصيحة والتوجيه والإرشاد والاكتفاء بقراءة هذه الرسالة العظيمة منه صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه تغني عن التعليق عليها وسأكتفي بقراءتها لأختم بها هذا الدرس إن شاء الله تعالى يقول صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى معاذ بن جبل سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد فعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر إن أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا من مواهب الله الهنية وعواريه المستودعة يمتع بها إلى أجل معلوم يمتع بها إلى أجل معلوم ويقبض لوقت محدود ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى والصبر إذا ابتلى وكان ابنك من مواهب الله الهنية وعواريه المستودعة متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير الصلاة والرحمة والهدى إن صبرت واحتسبت فلا تجمعن عليك يا معاذ خصلتين فيحبط لك الأجر فتندم على ما فاتك فلو قدمت على ثواب مصيبتك علمت أن المصيبة قد قصرت في جنب الثواب فتنجز من الله تعالى موعوده وليذهب أسفك ما هو نازل بك فكأنقد والسلام وبهذه الرسالة العظيمة نختم هذا الدرس ونلتقي في درس جديد إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر